الجماعية في الدقيقة العشرين عندما تمكن سماحي من مخادعة الحارس قاسم بتسديدات قوية الشاب سماحي في الدقيقة الثانية والعشرين والذي أهدى على عطر الهدف الأول للولمبي فرحة هسترية لعناصر جماعية للمبي شلف وما يثبت الضغط النفس الذي عانى منه هذا الفريق طيلة جولات كثيرة المرحلة الأولى انتهت بالتقدم يضيف السم القاتل سماحي الهدف الثاني في الدقيقة الخمسين في شباكي فريق شباب بلوزداد فرحة كبيرة دائما وهدف حرر فريق أولمبي شلف الذي كاد أن يضيف دافا أخرى أمام فرحة عارما لأنصار الأولمبي الذين عادوا إلى مدرجات